أم هدى من أبوظبي بارك الله فيها تسأل عن الإفرازات هل تبطل الوضوء والصلاة أختي أم هدى بارك الله فيك بالنسبة للخارج من القبر أو الدبر سواء كان نجسا أو طاهرا فإنه يبطل به الوضوء فكل خارج من القبر أو الدبر فهو ناقض للوضوء وأحيانا قد يوجب الغسل مثل ما ذكرنا بمسألة المني إذا كان دفقا بلذة وله تفاصيل في بابه والمقصود بارك الله فيك الإفرازات هذه التي تخرج من القبر أو الدبر سواء كان طاهرا أو نجسا تنقض الوضوء لكن السؤال هنا هل هذه الإفرازات مستمرة أم أنها طارئة إذا قلت لي طارئة توضأت أنا تقولين توضأت وخرج نزل علي إفرازات ترجعين تعيدين الوضوء تقولين أنا صليت في الصلاة نزلت علي الإفرازات يعني تقولين استغربت مثلا لأنه أمر جديد وكذا تقطعين الصلاة تروحين تتوضعين وتصلينا من جديد مع يعني تنظيف المكان تقولين لا أنا مبتلى بالإفرازات عندي إفرازات مستمرة مثل سلسل بول مثل سلسل ومثل الاستحاضة مثلا هذه بارك الله فيك ليس عليك فيها شيء إذا نزلت بعد أن تتطهري فإذا توضأت مثلا ثم قدر الله بعد الوضوء نزل عليك شيء من إفرازات سواء صليتي أو لم تصلي أو كنت في أثناء الصلاة ما عليك شيء ولله الحمد والمنى لماذا لأنك من أصحاب الأعذار الله جل وعلا يقول ربنا لا تآخذنا إذا يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اشتركوا في القناة